لهم صلي وسلي مبارك على سيدنا محمد النهاردة جايلكم بفكرة جميلة جدا هنلأي حد عنده زيت مستعمل هننضفه وهنشيل منه الشوائب ديك وهنرجعه جديد زي ما كان بالزر وهنرجع نقلي فيه انا معايا هنا اربع كبيات زيت انا باوريكو شكل الزيت عامل ازاي وحطيته طبعا في حل الامونيا علشان خاطر اوريكو مدى الغمقان بتاع الزيت عامل ازاي انا هنا كان عندي زيت بتاع قليد بطاطس وبتنجان وانا هنا صفيته مرتين وقلت لازم اجرب الترندات الكنوات الكبيرة اللي بيعملوها على انهم بينضفوا فعلا الزيت ده وانا جربتها وقلت لازم طبعا اطلع اوريها الحبيب نص كبات مياه حطيت عليهم اربع كبيات اربع معالي انشا وهنقلبهم كده كويس وعلى البارد هننزل بيهم على الزيت ايوه هننزل بيهم على الزيت ما تخفيش ولا هيعمل تفرقعات ولا حاجة ولا هيعمل مش هيعمل اي حاجة بصراحة انا الاول طبعا كنت بخاف وقلت ازاي يعني ده مياه وزيت ازاي لما يسخن هيقعد يفرق اعلا مفيش اي حاجة انا هنا الزيت بارد حطيت اربع معالي انشا على نص كبات مياه وهنجدد الزيت بتاعنا ده هنخليه ابيض زي فل كده انا هنا حطيته على النار وهنقلب بقى فيه لحد ما النشا يشيل كل الشوائب ويشيل كل الحاجات الصمرة والغمقان بتاع الزيت والزيت بتاعنا يرجع بقى ابيض شفاف وجميل انا هنا بصوا بقى ابتدى طبعا الزيت يسخن وابتدى النشا يلم كل حاجة في قلب الزيت هنا بجد بجد فكرة يعني مش قادر اقول لكم اكبر القنوات عملوها وتلعت نكحة معاهم وانا كده ماشي على طريقتهم بالزبط زي ما عملوا انا بعمل هنقلب كده لحد ما نشوف بقى طبعا النشا ده هيلم كل الحاجات الغمقى اللي في الزيت والشوائب وكل حاجة ويرجع الزيت بتاعنا نضيف زي الفل هنقلب كده انا طبعا ايه يعني موطية برضو البتجاز علشان ما تبقاش النار علي يعني كده اهو يمكن ادينا بنقلب احنا طبعا اولى لو احنا هننضف الزيت بتاعنا ويرجع ابيض زي الاول يبقى طبعا احنا اولى بدل ما الناس بتبيعه والناس بتعمل بيه حاجات تانية انا هنا ما فصلتش الفيديو ومشى معاكو واحدة بواحدة هنا كده هو ابتدى الزيت يسخن وابتدى طبعا النشا طبعا يعمل تكتلات في قلب السخونة نقلب كده كويس انا بوريكو يعني يا رب يا رب الزيت طبعا يندف ويبقى نضيف ياريت بجد كلنا يعني نحب ان فعلا ان نقدر نعمل حاجة يعني اذا كان مثلا شوية النشا دولك هما اللي هيخلوا الزيت ابيض ونضيف ويرجع زي الاول يبقى ياريت انا مش عايزة افصل الفيديو خالص انا عايزة نمشي مع بعض خطوة بخطوة بالزبط بصوا كده الزيت بقى ابتدى في الغليان انا هسيبه يغلى طبعا يغلى شوية بصوا هنا بقى دينا بنقلب والزيت بيغلى انا عايزة شوف بس النشا فاعلا يعني هيشيل كل الحاجات الغمقى اللي كانت في الزيت والزيت ينضف ويرجع شفاف تاني يا سلام ده الزيت غالي جدا يا جماعة انا هسيبه كده يغلى يغلى لحد ما نشوف ايه النظام والدنيا ماشت زيه هسيبكو بقى شوية كده مع الفيديو لحد ما نشوف في الآخر النتيجة ايه ويا رب تكون النتيجة زينا انا برضو نحمل اقلب كده بصوا يعني انا سيبته كمان الزيت لما غيلي انا قلت بقى بصوا يعني اما هنصفي بقى نشوف هنصفي بقى الزيت وهنشوف الدنيا عاملة ازاي هل فعلا الزيت افتح وبقى نضيف ولا لا طبعا ده النشا انا طلحته من الزيت انما على فكرة يا جماعة كل فيه كلام كتير اوكد بيتعمل ادي الزيت هو هو ونفس اللون نفس اللون بالزبط ما فيش فرق ما بين الاتنين لا ده ولا فتح ولا حاجة ولا الكلام ده كله ده كدب بصراحة يعني زي لو انتوا شايفين في نتيجة قلولي انما انا شايفة يعني الحل هي يعني الالمونيا يعني مبينة ده بعد ما عملته وصفيته ونضفته وحطيت في النشا وكل هو زي ما هو بالزبط ما فيش جديد ما فيش اي حاجة دي قنوات بتجدب ما تنسوش تحطوا لايك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة